ايه هو بقى مصطلح تقدير الزات هقول لكم ايه اهمية تقدير الزات دي تلوقتي يعني ايه تقدير الزات طب هل تقدير الزات ده مختلف عن الهوية مختلف عن الثقة بالنفس تقدير الزات هو مقياس لتقييم الزات وهو بالمناسبة مختلف عن الهوية واللي هي الهوية عبارة عن رؤيتنا لنفسنا تمام وكمان مختلف عن مفهوم الكفاءة الزاتية او الثقة بالنفس ما الثقة بالنفس هي الكفاءة الذاتية واللي هي مقياس لمدى الكفاءة اللي بنستشعرها في نفسنا واقتنعنا بقدرتنا على تحقيق الإنجاز أو الوصول لأهداف معين ورغم وضوح الفرق في التعريفات بين تقدير الزات والهوية والثقة بالنفس فيه فرق ما بينهم خلاص إلى أن الثقة بالنفس ممكن يكون لها تأثير مباشر على تقديرنا لأنفسنا في حالة مثلا لو اعتقدنا أننا لا نملك صفات محددة ووقتها تقدرنا لنفسنا بيقل هقولكو قصد الدراسات التحليلية اللي بتجرع على المراهقين من الأولاد والبنات بتؤكد إيه؟ بتؤكد افتقاد كل المراهقين كل المراهقين كله الدراسات دي بتقول كل المراهقين مفتقدين للثقة في نفسهم في جانب أو أكثر كل المراهقين في كرة الأرضية حتى لو المراهقين دول طول الوقت بيحاولوا يظهروا لنفسهم أو يظهروا لنا غير كده طيب إيه أهمية النقطة دي لنا كأباء وأمهات؟ إيه أهمية المعلومة دي؟ إن كل المراهقين في الكرة الأرضية بيشعروا إن عندهم نقص ثقة في جانب معين أو في جوانب معين إيه أهمية الحكاة دي؟ لنا إحنا بقى كأب وأم أول أهمية إن إحنا نصدق ونقتنع إن ولدنا وبناتنا في مرحلة المراهقة بيحتاجوا فعلا للمساعدة بيحتاجوا تدخلنا الإيجابي في حياتهم بيحتاجوا صدقتنا الحقيقية ليهم بيحتاجوا تفاهمنا لتقلبات مشاعرهم وده بالتأكيد أحسن بكتير قوي قوي من إن إحنا نكرر التصرفات العدائية ناحيتهم أو إن إحنا نواظب على انتقادهم أو إن إحنا نحط حواجز نفسية بيننا وبينهم ماشي؟ دي كانت أول نقطة في الأهمية تاني نقطة في الأهمية إن معرفتنا المعلومة نفسها المعلومة دي اللي هي افتقاد المراهقين للثقة في نفسهم في جانب أو أكتر إحنا قلنا كل المراهقين عندهم الحكاية دي المفروض ده يكون حافز لنا على محاولة اكتشاف جوانب نقص الثقة دي من تحت لتحت زي ما بيقوله يعني مش هنجيب ابني كده ولا بنتي بقوله بقولك إيه هو أنت بتحس بنقص الثقة في إيه بقى هتقولك أنت بتكلم في إيه بابا هتقولك أنت عايزة أنت قصدك إيه مام لأ خبس بقى من تحت لتحت أنا بحس كده أنه هو بيخاف من من التجمعات العائلة أو التجمعات اللي بي فيها ناس كتير أنا بحس أنه هو في مواقف معينة بيتوتر فيها يبقى أنا أستشعر نقص الثقة ده مرتبط بإيه يعني عشان كده لأقولك من تحت لتحت عزين فاهمين المصطلع من تحت لتحت خلاص يعني من غير موجهتهم بشكل مباشر وده بقصد وغرض أن احنا نساعدهم على تخطي مساحة النقص ده وأكيد ده المصلحتهم نضرب برضو أمثلة عشان نفهم أكتر يعني الدراسات بتقول مثلا إن 54% من المراهقين على الأقل 54% أنت متخلين للنسبة على الأقل عندهم مشكلة ثقة في العلاقات العاطفية بشكل عام وعلى فكرة العلاقات العاطفية المقصود هنا مش الحب بين الولد والبنت وكده لا ده بمعناها الأشمل ده بيشمل أن فكرة أن الولد يبقى حسس أنه مقبول من صحابه مثلا أو البنت حس أنها مهمة عند صحبتها أو أن البنت تحس أن مامتها بتحبها زي أخوها خلوا بالكم النقطة دي أو أن الولد يحس أن بابا بيحبه زي بقى إخواته وهكذا طبعا ده بخلاف بقى الشكل التقليدي لمشاعر الحب اللي بتكون ما بين الولد والبنت في الوقت ده واللي من المؤكد أنها مش بتكون نضجة بأي شكل في الوقت ده بس إحنا بنقش أصل الموضوع وهو افتقاد المراهق والمراهقة للثقة في علاقاته العاطفية يعني على سبيل المثال بقى في النقطة دي يعني البنت اللي حس أن فيه ولد معين هيبدلها المشاعر إذا غيرت طريقة لبسها مثلا أو غيرت حاجة في شكلها أو الولد اللي خايف يكون عدم اهتمام البنت اللي هو معجب بيها داخليا كده بسبب أنه مش بيشرب سجاير مثلا أو مش بيشرب حاجة تانية وهكذا تمام؟ تفاهمنا إحنا كأباء وأمهات أن زي ما قلتلكوا أكتر من 54% من المراهقين عندهم مشاكل من نوع ده يخلينا نفكر وننتبه ونحاول نلاقي تصرفات سليمة معاهم ترجمة نانسي قنقر